السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال إن شاء الله النهاردة وصفتي بإذن الله تبارك وتعالى وصفة جميلة جدا وصفة حلوة خالص للفطار اللي انتوا شايفينه ده يترى وصفة ايه دي بصراحة وصفة على الطريقة الهندية فطار هندي كده بس بصراحة طعم غرام تابعوا معي الخطوات ونبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم أنا دلوقتي نزلت لإيه مكعب من الزبدة وحط عليهم كده اتنين معلقة من الزيت معلقة كبار يا جماعة هنزل بقى بالبصل أنا مقطع اتنين حبة من البصل أي التقطيع بقى عايزة كبير صغير زي ما انت حبة تمام لو حبة تفروم البصل لو مش عايزة مثلا من كتل البصل تبقى واضحة في الأكل برحتك خالص على حسب رغبة أسرتك اعملي تمام بنزل بالبصل الأول بشوح البصلة بقى لحد ما تتبل معي أنا مش عايزة أتحمر أصلا يدوبك بس تبدأ تتشوح معي وتتبل معي بعد كده ان شاء الله تبارك وتعالى هروح نزل بفص طوم أنا مقطعها وعلى فكرة ممكن تقطعي الطوم زي ما عملت كده بالسكينة أو انت تفروميها أو تهرسيها زي ما تحب اللي انت حبا اعملي دلوقتي بعد ما حطيت الطوم كده نزلتي طبعا زي ما انتوا شايفين بورون شطة حرة كده فيها بتبقى تديها نفس وجميل أنا ما قطعطهاش عشان ما تكونش حر قوي فالليك الحرين انت تقطعيها أو تنزلي بها زي ما انتوا شايفة كده بس انا صراحة بحب اعملها بالطريقة دي تقولي حابب بقى يأكل القرون شطة براحت ومش حابب بيشيلها في جنبي كده بيشيلها من الاكل وبراحته خالص تمام؟ دلوقتي هنزل بعد ما عملت كده زي ما انتوا شايفين نزلت بمكعب مرأ فقط وممكن تستغني عنه ولكن بصراحة بيدي نكهة جميلة جدا لو حاب تستغني عنها الناس اللي بتقول مصحي انا دايما على فكرة زي ما قلت قبل كده مش دايما باستخدمه يعني ممكن استخدمه مرة ممكن عشرات المرات ما استخدمش يعني مش دايما صراحة يعني تمام؟ بعد ما خلصت كده بشوح طبعا كل المكونات بتاعتي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله لحد بقى ما تبدأ كله مع بعض يتشوح على نار ويبقى مستوي إلى حد ما زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ما قولكوش بقى ريحة الزبدة مع الزيت بصراحة جميلة عايزة أقولكو يا جماعة وإحنا في نصة الفيديو كده اللي ما حطش لايك ياريت يحط اللايك وما ينساش لو زائر جديد على القناة يشترك في القناة وياريت لو عجبوا الفيديو إن شاء الله تبارك وتعالى يشيروا على قد ما يقدر عايزين إن شاء الله نكبر بيكو بأمر الله نفسنا للأسرة بتاعتنا تكبر إن شاء الله تبارك وتعالى بس أهم شيء يا جماعي ضرور تحطوا لايك لأني أنا بلاقي اللايكات عددها بصراحة قليلة جدا ما شاء الله المشاهدات بتبقى إلى حد ما كويسة ولكن فين اللايكات أكيد بتنسوا طبعا أنا حابة بس أذكركم وجزاكم الله خيرا علشان طبعا اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو على أساس يوصل لعدد أكبر بأمر الله تبارك وتعالى وطبعا بشهر كل المتابعين على متابعتهم للقناة وأتمنى يا ربي إن شاء الله كل ما بقدموا في القناة نال إعجابكم وإعجاب الجميع اللهم أمين زي ما أنتوا شايفين نرجع لوصفتنا بقى إن شاء الله تبارك وتعالى أنا دلوقتي حطيت فقط معجون طماطم دهلون حلو لو حابة تحط طماطم وتقطعيها بتبقى برضا جميلة جدا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ولكن أنا حطيت المعجون الطماطم لإن صراحة المعجون الطماطم اللي عندي بيبقى يعني هو جودته عالية وكويس جدا بتدي طعم حلو أيضا وكمان اختصارا بصراحة في الوقت فأنا عملت بالشكل ده تمام؟ زي ما أنتوا شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ريحة جميلة يعني جربوها كده واعملوا بالطريقة دي إن شاء الله هتعجبكو جدا يا جماعة دلوقتي أنا نزلت بعبوتين من الخضار المشكل يعني بسلة على جزر على بطاطس يعني كده بيبقى إيه مشكل كده أبارة عن 700 جرام من الخضار المشكل اللي أنا حطيته ده يا جماعة مسلوق وبعدين حطيته يدوبك غسله وسلقه طبعا مسلوق لو سواء أنت غسله أو شريعة وبوات معلبة بتغسله طبعا وتبدأت تنزلي به بالشكل أنتوا شايفينه بقلب كل مكوناتي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله بنزل دلوقتي بكباية مية يا جماعة كباية شاي كده يعني حوالي 100 ملي من المية دلوقتي في البداية خالص بحطها كده وبعد كده إن شاء الله هزود كمان نص كباية بنفس المعيار الكباية دي تمام؟ لو حابة تحط اتنين كباية عادي أنا دلوقتي هنزل بالتوابل ما شاء الله ولا قوة اللي بلا عبارة عن معلقة كبيرة من الكزبرة معلقة كبيرة من الكمون وهنزل بقى معلقة صغيرة من الفلفل الأسود زي ما أنتوا شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله وبنزل كمان بمعلقة صغيرة من البابريكا وأيضا هنزل بمعلقة صغيرة من السماقة زي ما أنتوا شايفين بالخطوات اللي أمامكم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله بعد كده بكمل بقيت بوهراتي بنزل بالكركم معلقة صغيرة من الكركم بيدي نكهة وكمان صحي ما شاء الله نص معلقة صغيرة كده او يمكن اقل من نص من المعلقة الصغيرة بالنسبة للشطة ومعلقة صغيرة من الملح بصراحة كانت مظبوطة المعلقة الصغيرة حابين تزوادوا نسبة الملح براحتكم خالص تمام بالشكل انتوا شايفينه وانزلت كمان برشة من السكر يعني حوالي ربع معلقة صغيرة من السكر علشان يعمل تعادل بس في الطعم لاني انا حتى صلصة وحتى لو انت حتى طماطم على اساس موضوع الحموضة وكده وحاجة كمان بيدي تعادل زى ما قلت في الطعم وبيدي طعم جميل دلوقتي انا زى ما انا قلتلكوا في الاول نزلت بنص كباية كمان من المياه دلوقتي حطيت غطيت اللغطة عليها وسبتها شوية ما شاء الله بدأت تغلي وعلى فكرة يا جماعة انا مش بسيبها كتير على النور يا دو بكتغلي غلوة وتين دلوقتي انا زى ما انتم شايفين افلت النار عليها ما شاء الله ولا قوة الا بالله حاجة كده طعم جميل احنا بنكله طبعا بالخبز على الفطار كده بصراحة بيبقى حلو اللي هيقول لي مثلا ده وجبة داسمة وكده ما فيش مشكلة يا جماعة كلوها على الغداء اللي يناسبكم انتم احرار هي احنا عندنا هنا مشهور بيجيبها من المطاعم بتبقى وجبة فطار كده مع الخبز البراطة ما اقولكوش عليه بقى اللي هو الخبز الدهن اللي انا عملته قبل كده بيبقى حاجة طعمها روعة حقيقي يعني لو جربتوه هيبقى يعني هتدعولي بصراحة طعمه لذي ده وبعد كده احنا طول اليوم بقى صحيين وبنشتغل في البيت او الناس اللي بتتحرك وتطلعوا هنا يعني اكيد ان شاء الله هتهضم يعني الامور بسيطة يعني تمام كده ما شاء الله ولا قوة الا بالله الوجبة جاهزة بالف عافية علينا وعليكم طعمها خطير حاجة كده روعة لمطان ولا حاجة يعني انا لما بعمل الحاجة بسألهم ها الاكلة حلوة ما شاء الله ولا قوة الا بالله ايه رأيكم زي المطعم ولا احلى انا عايزة المقارنات باخد المقارنة منهم فيه اللي قال لي زي المطعم بالضبط فيه اللي قال لي احلى من المطعم وكل ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبكده يا جماعة الحمد لله رب العالمين وصل النهاية الفيديو كانت معكم طبخة اسماء اتمنى ما تنسوش اللايك وشير والاشتراك والانتساء في قناة طبخة اسماء القاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته